موسيقى استقبل الرئيس الأوكراني فلاطمير زالانسكي نظيره البولندي أندريا دودا حيث زار إحدى الكنائس بمدينة العطسك بغربي أوكرانيا وذكرت وسائل علامة أوكرانية أن الزيارة تأتي قبيل قمة حلف شمال الأطلنطين نيتو المقررة في لتوانيا بالعاصمة بلينيونس في 11 والثاني عشر من يوليو الجاري أعلن وزير دفاع بولندا نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية إذن ذلك وسط تزايد القلق في بولندا من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاغنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتري على حدودها نحو الحدود الشرقية يصل أكثر من ألف جندي بولندية وسط تزايد القلق في الدولة العضوة في حلف شمال الأطلنطين من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاغنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتر على الحدود بولندا وعلى لسان وزير دفاعها ماريوس بلاشتشاك أشارت إلى نقل أكثر من ألف جندي ونحو مائتي وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسبع عشر إلى الشرق البلاد كما أكد وزير الدفاع أن تلك الخطة توضح مدى استعداد وارسو للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من الحدود تأتي تحركات بولندا تلك بعد أن منح الرئيس روسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر التي يرأسها ييفيجيني بريجوجين حرية الانتقال إلى بيلاروسيا وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور حدودها مع بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة حيث قال حرس الحدود البولندي أن أكثر من 200 شخص حاولوا العبور بشكل قانوني الجمعة الماضية وتتهم بولندا بيلاروسيا بإحداث أزمة مهاجرين مصطنعة عبر الحدود بينهما منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود تشدد لتوانيا الإجراءات الأمنية في العاصمة بيلينيوس وعلى الحدود مع روسيا وبيلاروسيا لتأمين قمة الناتو المزمع يقضها يومي الحد عشر والثاني عشر من يوليو الجاري وأوضحت لتوانيان تهديد نظام الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو باستخدام الأسلحة النووية ضد العالم بأسره يولد الكثير من القلق إلى حصن محاط بأسلحة متطورة تحولت مدينة فيلينيوس الليتوانية التي تستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الحلف الآخرين خلال قمتهم التي تعقد على مدى يومي الاثنين وثلاثة ستة عشر من الدول الأعضاء في الحلف أرسلت ألفي جندي تقريبا لحماية القمة التي ستعقد على بعد مئة وواحد وخمسين كيلو مترا فقط من روسيا كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق كذلك نشرت ألمانيا إثنتين عشر قاذفات صواريخ باتريوت والتي تستخدم لعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز أو الطائرات الحربية كما نشرت أسبانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي ناساماز فيما نقلت فرنسا وفنلندا والدنمارك أيضا طائرات عسكرية إلى لتوانيا وقدمت المملكة المتحدة وفرنسا دفاعات مضادة للطائرات المسيرة إلى ذلك أرسلت بولندا وألمانيا قوات عمليات خاصة معززة بطائرات هيليكوبتر في حين أرسلت دول أخرى مستلزمات لتعامل مع أي هجمات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية محتملة كانت لتوانيا زادت قوات حرص الحدود على الحدود مع بيلاروسيا وروسيا خلال الصيف إلى ثلاثة أمثال وعززتها بجنود من لطفيا وبولندا هذا وتنفق كل من دول البلطيق لتوانيا وإستونيا ولاتفيا أكثر من 2% من حجم اقتصاداتها على الدفاع وهي حصة أكبر من التي ينفيقها معظم أعضاء الحلف الآخرين لكن بالنسبة للمنطقة التي يقتنها إجمالي 6 ملايين نسمة فقط فإن هذا الإنفاق لا يكفي لامتلاك جيوش كبيرة أو الإنفاق على الطائرات المقاتلة أو نظام الدفاع الجوي المتقدم وهو ما ظهرت الحاجة إليه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ أكثر من 16 شهرا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا قالت أنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلنطي وناقشت وضع محطة زابوري جنوية في أوكرانيا في قمتهما لمزنعة هذا الأسبوع هذا ومن المقرر أن يكتمع زعماء حلف شمال الأطلنطي في العاصمة الليتوانية بيلينيوس يومي الحادي عشر والثاني عشر من يوليو ألغاري لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتروح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مغزونات الدخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود وتهمت زخروفا أوكرانيا بإلحاء ضرر ممنهج بمحطة الزابوري جنوية مؤكدة أنه يجب أن تتهم أو تهتم قمة كييف الأطلنطي بهذا الأمر قال الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم سرغي أكسينوف إن أنظمة الدفاع الجوي روسيا أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كريتش وأضاف أكسينوف أن الواقع لم تتسبب في أضرار أو إصابات دون أن يحدد موقع انطلاق الصاروخ وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في العام 2014 أصبحت الآن مقر أسطولها في البحر الأسود في حين تسعى كييف لاستعادة السيطرة على القرم قال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريا يوسوف إن المفاعل الأخير في محطة زابوريجيا لطاقة النووية لا يزال حاليا في حالة إغلاق ساخن وقال يوسوف إن المفاعل لا يزال يشكل خطرا متزيدا مشيرا إلى أن المخابرات الأوكرانية نشرت خريطة للألغام والحواجز المتفجرة التي وضعتها القوات الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية أفد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك بابلو كريلينكو بأن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونسك خلال اليوم الماضي وفي غضون ذلك استهدفت طواقم المدفعية الروسية SXT المضادة للطائرات استهدفت نقطة ارتكاز تتحصل فيها قوات كياب في مدينة لوانسك وذكر الجيش الروسي أن المدفع SXT تمكن من إصابة نقطة الارتكاز على بعد أكثر من خمسة كيلو مترات وأكد الجيش الروسي أن طواقم الجنود العاملة على هذا السلاح تحاول إطلاق أقل عدد من القذائف وتعديل الإطلاق بمساعدة الطائرات المسيرة ما يساعد وبشكل كبير في تحقيق دقة في الإصابات ويوفر في الذخيرة أعلنت هيئة الاستخبارات البريطانية عودة أعمال العنف مجددا في مدينة بخمود بعد فترة هدوء خلال شهر يونيو الماضي وأوضحت الاستخبارات البريطانية أن القوة الأوكرانية تحققت مكاسب ثابتة في كل من شمال وجنود منطقة بخمود في منطقة دونسك ومن المرجحة أن القوات الروسية تعاني من معنويات سيئة والقدرة المحدودة على العثور على المدفعية الأوكرانية وضربها وأشارت إلى أنه بات مؤكدا أن قيادة الروسية ترى أنه من غير المقبول سياسيا التنازل عن بخمود باعتبارها أحد المكاسب الروسية القليلة في الأشهر الاثنى عشر الماضية انتقدت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال ذخيرة عنقضية مثيرة للجدل إلى أوكرانيا وترى روسيا أن الخطوة الأمريكية الأخيرة تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة وسط اعتراض أوروبي وانتقادات واسعة ضد استخدام الأسلحة المحرمة دوليا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقنابل عنقضية وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخطوة التي لاقت انتقاد منظمات دولية جاءت في وقت تحاول فيه قوات كييف التقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهور لاستعادة أراضي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها وتخوف من تأثير استخدام مثل هذه الأسلحة في الأزمة الأوكرانية عارضت برلين القرار الأمريكي رغم استخدامها له في الماضي لأول مرة ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وذلك لما قد يخلفه من مأساة إنسانية لعقود بعد انتهاء الحرب بريطانيا الرئيسة السابقة لمعاهدة أصل الدولية التي تحذر استخدام أو تخزين الأسلحة العنقضية رفضت تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة مؤكدة مواصلة دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بعيدا عن خرق المعاهدة الدولية روسيا اعتبرت قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقضية دليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكرانية المضاد بحسب اعتقادها مشيرة إلى أنه لن يؤثر على مصار الأعمال العسكرية في أوكرانيا الدخائر العنقضية المثيرة للجدل والمحضورة من قبل أكثر من مئة دولة تعد خطر طويل المدى لا سيما في المناطق المستهدفة من قبل حيث أن ما بين عشرة إلى أربعين بالمئة من تلك الذخائر لا تنفجر بعد إطلاقها وهو ما يمثل خطرا كبيرا على المدنيين في مناطق تواجدها فمن منظور عسكري تثبت هذه القنابل فعالية إلى حد كبير عند استخدامها ضد القوات البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة مما يجعل المناطق الشاسعة خطيرة للغاية إلى حد قد يحول دون السير فيها إلا بعد تطهيرها بعناية فلا يعد استخدام القنابل العنقودية في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي لكن عدم اتخاذ الاحتياطات لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين يمكن أن يكون انتهاكا جسيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر